تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 340 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 43 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط 27 طن سلع غذائية كما تم ضبط 3 أطنان في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 13 طن أما في مجال قضايا المخابس تم ضبط 346 قضية من بينها 80 قضية خبز ناقص الوزن و98 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 19 قضية بمضبطات بلغت 444 طن أقماح محلية